من الأخلاق الحميدة أو من القيم العظيمة ومبادئ الجليلة في الحج الكرم والجود والسخاء ذبح عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 وأمر علي أن يكمل المئة مئة من البدن نحرها عليه الصلاة والسلام وأمر بتوزيعها لحومها وجلالها وشحومها على الناس لم يأخذ منها إلا يعني نتف قليلا أخذت له عليه الصلاة والسلام من بعضها ثم طبخ له أفطر عليه في يوم النحر عليه الصلاة والسلام وزعت على الناس كان له جفنة عظيمة لا يحملها إلا أربع من الرجال يتهدونها بينهم وتملأ بالطعام وتوزع على الناس أجود الناس أمنح الناس أكرم الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المعاني المهمة والمبادئ الجليلة في الحج كثرة ذكر الله عز وجل الحقيقة هذه القضية ولو تأملت الشيخ طارق دكتور طارق زال الله خير ذكر الأركانة وذكر الواجبات وذكر الشروط ولم يذكر الذكر مع أن الذكر هو روح الحج روح الحج قلب الحج أساس الحج أصل الحج هو ذكر الله إقامة ذكر الله تدري لماذا لم يذكر الدكتور طارق وهو الفقيه لأن الذكر لأن الذكر أجل من أن يحصر في واجب أو ركن أو سنة الذكر أعظم من أن يحصر في هذه التقسيمات الفرعيلة ذكرها العلماء والفقهاء لو تأملت آية القرآن وجدت أن الإقتران عجيب بين كثرة الذكر لله عز وجل والحج وشعير الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله ذكرا كثيرا أمرهم أن يذكروا الله عندما يعني تأتي العشر المباركات ثم أمرهم أن يكثروا من ذكر الله بالتلبية والتلبية ذكر لله عز وجل يعني يقول عنه جابر بن عبد الله فأهل رسول الله بيش بالتوحيد بالتوحيد وهو التلبية لبيك اللهم لبيك يعني استجابة بعد استجابة فجعل عليه الصلاة والسلام يلبي ويأمر أصحابه أن يجأروا بها يرضعوا بها الأصوات ويبشر يقول ما كبر مكبر ولا لبى ملبي إلا بشر بالجنة ويبشرهم عليه الصلاة والسلام أنه ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه إلى طرف الأرض إلى منتهاها وما على شمال الأرض حتى منتهاها يلبي معه لله عز وجل فالتلبية لا شك أنها تكبير أيضا ذكر لله عز وجل أيضا أمر الله تبارك وتعالى أن نكثر من الاستغفار إذا ختمنا الحج وأمر بذكر الله عند المشعل الحرام وأمر بذكر الله إذا أفضنا من عرفات وإنما جعل الطواف بالبيت والطواف بالصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله ويقول عن أيام ميناء أيام ميناء أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله نعم